شخصياً في أحداث التي مقدمات الثورة سبقة الثورة نحن أنتم تعرف بأن نقول بأن أي حركة بحاجة للمحرك أي ثورة لهاجة أنزمة برنامج مساري والدعاية نعم الدعاية كان كبير وكثير جداً ونحن في زمن كل الناس خرجوا في الشبارة حتى كتبوا كتابة رسالة أعطوا للشاه والشاه قرأ هذا قال أنا سمعت صوت صورة فيكم أنا أريد أن أغير أشياء فلذلك هذا بعد أن كان المرحوم آية الله الخميني يبعث بخطبه من النجف عبر الكاسيت إلى إيران وتسمع في الحسينيات وفي المساجد؟ نعم بس مش من النجف من فاريس لأن السادام حسين كان عنده علاقات طيبة مع شاه إيران لم يسمع له عندما هو السمع يعني سادام حسين عندما سمع وعرف بأن في خطة ضد الشاه هو دخل وحكم على الشاه لأن سيادة السلام مصافر أنا لا أعرف أنتم تعرفون طبعاً تعرفون عنتم بأن الشاه بدأ معركة ضد القارب مأركة البترول هو بدأ وهو ألقى محاضرات كثيرة جداً وقال أنا أنا بدي أغير كل الاتفاقيات البترولية مع الغرب نعم هو قال هذا سنة خمسة وسبعين نعم خمسة وسبعين قال سنة تسعة وسبعين أنا لا أجدد الاتفاقيات البترولية مع بريطانيا ومع بلاد الأخرى هؤلاء الناس خانون ما أعطونه كما كان يكتب في الاتفاقيات منذ تلاتين سنة عندما الشاه إيران قال هذا السيادة سلام مسافر في نفس الوقت سيد پول إردمن كان في سجن في سويسرا كتب مرنامج بيزنس بلان اسمه سقوط تسع وسبعين هذا الكتاب موجودة بكل اللغات العالم وهو هذا رجل أعمال كان سابقا وصاحب باعة مصرفي مصرف مصرف ومصرف تبا وغسر وبعد كان محكمة وسجن في سجن كان هذا الشخص بهاجة المساري كتب هذا البرنامج للتغيير سياسي في المنطقة وباعة هذا وبعدين كل ما رأينا وفق برنامج حتى اليوم إيردمن حتى بول إردمن حتى اليوم فلذلك الثورة بهاجة المساري مساري برزيدنت جيمي كارتر حاليا موجودة في أمريكا سيادة جيمي كارتر أنت قلت وكتبت نحن تفعنا خمسمائة مليون دولار للرجال الدين الإيراني بزعامة آيط الله خميني من أجل الثورة ما هي مصلحتهم؟ ها البترول عندما غلى وعندما حشاه ما أراد أن أجدد اتفاقيات الأديمة هاي ملياردات دولار وخسارة خسارة اقتصادية كبيرة للأمريكا وللأوروبا سيادته نعم سلام وصافر فلذلك في إيران أسسوا محلين في جنوب قهران مهدية كمسجد كالحسينية كحسينية لكن اسمعوا حتيتوا مهدية المهدي المنتظر في جنوب قهران و سيد أحمد كافي أنا كنت أعرفه جيدا هو كان رجل الدين و خطيب نام برواز نعم في شمال طهران بوني محل اسمه حسينية إرشاد حسينية إرشاد بوني بياد سيد محمد حمايون ترجمة نانسي قنقر